أكد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين خلال لقائه رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامن نتنياهو أن حل الدولتين مهم لأمن واستقرار المنطقة وأضاف بلينكين أن على كل الأطراف العمل من أجل تخفيف التوتر وخلال مؤتمر صحفي قبل لقائه نتنياهو قال بلينكين إن مسؤولية التهدئة تقع على عاتق الجميع ومن المنتظر أن يلتقي الوزير الأمريكي الرئيس الفلسطيني محمود عباس وكان بلينكين بحث في محطته الأولى القاهرة مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره سامح شكري الأوضاع في الأراضي الفلسطينية وملف حل الدولتين وتأتي هذه الزيارة في أعقاب التصعيد الأخير الذي شهدته مدينة القدس والضفة الغربية بشكل عام وآخرها مجزرة جنين بعدما أحرقوا منزلا وعددا من المركبات شمال رامالله وجنوب نابلس أول أمس عاود مستوطنون الكرة الليلة الماضية في المناطق ذاتها وفي مناطق أخرى اعتداءات متواصلة وبمشاركة قوات الاحتلال على منازل قرية جالود لا يريد هذا الحاج الفلسطيني الحديث فخمسة عشر عاما من المعاناة حملت من الكلام ما يكفي لكن ما جرى الليلة الماضية ألزمه الصمت تماما مستوطنون إرهابيون هاجموا منزله ومنازل أبنائه والجيران على أطراف قرية جالود غرب نابلس تشهد الحجارة على إرهاب المستوطنين بمشاركة قوات الاحتلال التي ألقت قنابل الصوت والغاز صوب المنازل لم تكن المرة الأولى لكن الأهالي هنا ملوا من الشكوى وقرروا مواصلة التصدي لغلات المستوطنين من هذه البؤرة المسمات إحيا ومن أكثر من خمس بؤر أخرى محيطة بقريتهم والقرى المجاورة ليس أول مرة يهاجموا هذه البيوت هذه مرة من عدة مرات وما شفنا لهم هاجمين فوق الميت مستوطن يعني ليس من نفس المستوطنة هاي كاعدة أنت بتحكي من عدة مستوطنات جيد جمعين بعض ودخلوا على البيوت حرقوا السيارات طبشوا الكزاز السيارات وابن عمي وكأن هذا والعظم تبعه كله طلع بن مزرع ولا بالفلتين وسووا عمل هاي بدي سول عملية يعني إشي مش حياة ويقول أولادنا هاي هم طالعين على المدارس ولا حاجة للثلاث وأربعة صبح وعين يعني شو بدك تحكي أكثر منه إنسان طالع على شغله كيف بالله عليك بدي يطلع بدي يطلع ويقول لك يفكر في أولاده ها هجموا لا ما هجموش ها أوصلوا لا ما وصلوش مش حياة بعدين الخطر إسعى تفكر خطر بدهموا ليلي في النهار أمرار بدهموا للليلة الثانية يتواصل إرهاب المستوطنين في قرى جنوب نابلس وشمال رامالة بالتحديد عربدة وتكسير وإلقاء للحجارة صوب المنازل وحرق للمركبات هذه المركبة في جلود لم تكن الأولى فأكثر من عشرين مركبة أحرقت في قرى عقربة ومجد البني فاضل أيضا إضافة لمنزل أحرقه المستوطنون في ترمس عية وسط إعلان لحالة الطوارئ في صفوف سكان هذه القرى وتشكيل فرق حراسة ليلية يقول الأهالي لن يقتصر الأمر على الليل بيتنا نحتاج حراسة نهارية أيضا أبناؤنا لم يذهبوا لمدارسهم ونحن نخشى تركهم والذهاب لأعمالنا الفلسطينيون اليوم باتوا يواجهون منظومة كاملة من العنف أساسها نظام الفصل العنصري في كل فلسطين التاريخية عنف المستوطنين وممارسات الجيش بل وسكوته وتسهيل هذه الاعتداءات أصبح حبلا يلتف حول عنق الفلسطينيين ويزيد من غضبهم من بلدة مجد البني فاضل جنوب نابلس المحتلة حافظ أبو صبرة رؤيا لم يدعى البرلمان اللبناني حتى اللحظة لعقد جلسة لانتخاب رئيس للجمهورية في وقت ما زالت فيه الأزمة القضائية المرتبطة بتحقيق انفجار مرفأ بيروت عالقة ملقية بظلالها على الساحة المحلية وجراء تلك الأزمات المتراكمة دعا الاتحاد العمالي العام إلى تنظيم حراك شعبي في الثامن من شباط المقبل يعم الأراضي اللبنانية هذا وتشهد الحركة الاقتصادية في قطاعات البلد الحيوية شللا بسبب انهيار سعر صرف الليرة مقابل الدولر الأمريكي نحن بظل سلطة مشلولة لذلك في إضراب سيكون إضراب بشكل تجمعات إضراب المصالح المستقلة إضراب المؤسسات العامة إضراب المدارس إضراب كل شيء بالبلد بطريقة أنه كمان ما نأذي الناس في معاناة شاملة بالمؤسسات وفي معاناة تأخذ المؤسسات إلى الانهيار وهذا ينعكس سلبا على العاملين بالمؤسسات إذا جينا على القطاع العام ما يقبضه من راتب الموظف بالقطاع لا يكفيه للزهاب والإياب من عمله إذا رحنا على الأجهزة الأمنية الأجهزة الأمنية تعاني وضع كارثة بطلع أنا بلقي الوضع الأمني بالبلد مضطرب إلى حد ما فيه شحن طائفي وفيه شحن مذهبي شفناء بال وزارة العدل الأسبوع الماضي من التحركات تجي بإطارة صحيح لا تؤدي إلى مزيد من التدهور تحرك بدي يكون على جميع الأراضي اللبنانية وبالتالي قطاعنا البري لما بدي يتحرك بيتحرك بمركباته بآليته إذا بدي يعمل اعتصام بدي يعمل تجمع بدي يعمل مسيرة على الأرض يعني مش في الجو يعني لما بتنزل تشيحنات وتنزل صهريج بتنزل تبسات وسيارات وفنات وغيره أكيد بتعمل إعاقة للحركة بالطرقات إذا مش إقفال طرقات وطبعا بدنا نحاول نضبطها بالشكل اللي ما يأثر على الوضع الأمني ما يأثر على الاستقرار وما يصير فيه احتكاك بين الناس وبين السائل خير